موسيقى حياكم الله من جديد مشاهدينا ومساكم الله بالخير والنور والسرور وتيسير الأمور وحياكم الله ويانا في هذه الأمسية الجديدة وهذا اللقاء الجديد من برنامج أماسي اللي يطلع على حضراتكم يوميا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دولة الإمارات حفظ الله من كل شر وفي البداية أرحب بزميلتي مونيام بصلا خير يا مونيام موسيقى الله بالنور والسرور أحمد طبعا موسيقى الله بالخير مشاهدينا كرام وحلقتنا اليوم في أماسي فيها وقفات جميلة حقيقة وعن فقرات جدا جدا شيقة يعني هذا بضمان مني ومن أحمد نزيل قبل ما نتعرف طبعا على فقرات حلقة اليوم مشاهدينا الكرام دائما نذكركم بأهمية التواصل معنا ومع برنامج أماسي على طبعا مواقع اللي بتكون مبينة أسفل الشاشة سواء كان على الموقع البريدكتروني أماسي أت اس ام سي دوت اي اي صفحتنا عن فيسبوك تويتر انستجرام أو على رقام الهواتف المبينة الآن أسفل الشاشة سي لفقراتنا مباشرة توقع على الله بسم الله إماراتية تبحث عن سنوز الأجداد في الصحراء تقوس الأبيض في الرباط ملتقى الأعمال بين الشارقة والهن الدراجة الهوائية رياضة مثالية لم تعد المرأة الإماراتية على صيقة العمل المكتبي بل خطط قطوات كبيرة جعلتها تشارك في اكتشاف العمق التاريخي والأثري للإمارات صار عبدالله النقبي تزيح بأناميلها الرقيقة الغبار عن الأثار في صحراء الإمارات باحثة عن اللقاء وكنوز الأجداد لتشارك في توثيق حكايات الأماكن وعلاقتها الإنسانية فهاجسها الأبدي معرفة منابة العراق التاريخية والمحافظة على أثار قائمة والتنقيب عن أخرى خفية عن سبب اختيارها العمل في هذا المجال الذي يندر فيه وجود إماراتيات ومتى بدأت علاقتها بعالم الأثار نرحل طبعاً في أولى فقرات برنامج أماسي اليوم بسارة عبدالله النقبي منقب أثار مساء الخير يا سارة أهلاً مساء الأنوار تنقيب الأثار في دولة الإمارات موجود يمكن في آخر عقدين أو ثلاثة هناك اكتشافات كثيرة ومتاحف الدولة تشهد بذلك التعاون القائمة بين دولة الإمارات وأيضاً المتاحف العالمية موجود ولله الحمد لكن خبرين عن المواقع الأثرية وعن انتسابت لهذا النوع من الأعمال كوني أنا أول مواطنة في مجال الأثار هذه قفزة كبيرة بالنسبة حقي ولي الشكر والفضل الكبير لشيوخنا الكرام وخاصة المناظر والعمارة القديمة والعمل الهندسي اللي عمله أبانا واجدادنا هذا اللي حثني أن أنا أدور وين النقطة اللي هم بدوا منها بدوا منها فعشان شذي بديت في البداية أني أنا أكون متواجدة وأدرس مجال علم الآثار في جامعة الإمارات اتخرجت باكالوريس تاريخ وعلم الآثار في جامعة الإمارات وحفزني هالشيء أني أنا ما أقدر بس أني مثلاً أقول أني راح أكون أنا باحثة تاريخ لا أنا حابة أخفز قفزة كبيرة حابة أكتشف رائع شو اللي وره هذه القصة رائع جميل فكانت هذه بداية كثيرة جديدة يعني وبداية كبيرة وبالنسبة لي جداً مهمة زين صارة هي قصة رائعة لكن مليانة مصاعب ومشاق ومتعب يعني المرأة تكون في الصحراء 24 ساعة إلى 24 ساعة تقريباً تنقب عن الآثار وصحراءنا طبعاً يعني إحنا ممكننا عارفين يعني حبثينا عن المتاعب عن المشاق تيقلت لي قبل الهواء إحنا أنا شبعت رمل آكل رمل 24 ساعة زينة رمل مفيد للصحراء بلا فعلاً بعدين الشمس زينة شيء المساعب أنا اعتبرها التنقيب بالصحراء بالنسبة لي قفزة كبيرة ووفرة ثمينة بالنسبة لي أن أنا كمواطنة أنا قفزة في صحراء لأن موقع مهم ووفير وغني باللوقة الأثرية العقبات اللي نحن نواجهها لحالة الطقس في تغير رياح مرة تكون حار جداً تكون لدي لازم قدرة جسدية وذهنية أن أنت قادرة أن أنت تمثلين دولة الإمارات أنت قاعدة تنقبين أنت ياستا تتكلمين عن شعوب قديمة كيف عاشوا أنت رايح تبرزين للعالم وللتاريخ راح تكتبين تاريخ جديد شو سووا وهذه الناس في حديثنا عن المواقع الأثرية نستطيع أن نتكلم عنها في دولة الإمارات طبعاً بداية كانت في إمارة الشارجة نقبت وعملت ترميم المباني في حصن خور كلبة وحصن كذلك خور فكان ودبل حصن في بداية كانت هذه المواقع كان فيها التعدد في الطبقات واختلاف في الحقب التاريخية لكن بالنسبة لخور كلبة يعني الحقب اللي يات فيها كانت بوجود الاستعمار البرتغالي في المنطقة الشرقية أي منذ حوالي يمكن 400 سنة تقريباً فكانت يعني هذه قفزة كبيرة وبالنسبة كانت للبيوت نحنا اكتشفنا تحت الحصن وجود بيوت شتوية تحت الحصن تحت أسفل طبقات الحصن يعني هذين يعني صراحة أنا وايد بكيت في خور كلبة وانا أنقب أنا كنت أبكي كيف هذين الناس كانوا عايشين كانوا ييون وقت الشتاء كيف عملوا المدابس كيف عملوا له من مثل الجار للجار الجار يعني ما يشاهد الجار الثاني كان لهم أيوة واجهات كانت لهم مسارات كبيرة تحت الطبقات الحصن تقولي كيف بنوها كيف بنوها بال أيوة يعني هذه كلها يعني نحن طول الوقت أنا بس أروح وارجع على الموقع وقل سبحان الله أروح وارجع على الموقع يعني جدا كان صعب هو لا شك لكل عصر من العصور أدواته طبعا لكل عصر من العصور يعني عناصره الذي يعتمد عليها أهل الحضارة من أجل بناء حضارتهم طبعا طبعا نحن أيضا نعيش في عصر الأدوات فيه قد تكون أكثر تطورا قد تكون أقل تطورا من العصور أخرى لا ندري ممكن بس أحنا أكثر تطورا من ناحية تكنولوجية لكن هنا قد يدفعنا السؤال أنت في عالم التنقيب ما هي أدواتك التي تعتمدين عليها من أجل التنقيب بسمع سؤالك بعد ما نروح إلى فاصل يهمك ويهم سادة المشاهدين عن طبعا أهم إنجازات يعني منقبة الأثار الإماراتية الأولى في دور تنقيبات نشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم من جديد شفنا طبعا بعض الأثار واللقى لمناقبة الأثار سارة عبدالله النقبي طبعا سارة سألتك قبل الفاصل أدواتك ما هي أدواتك التي تستخدمها للبحث عن الأثار وخاصة في الصحراء وفي أعماق الصحراء بالبداية المنقب الأثار قبل لا تكون عنده أدوات وهو يعني أنت عشان توقفين في مكان معين تقولين هذا موقع أثري لازم أنت تدرسينها لازم يكون فيه تحليل بصري بالنظر ممكن أنت تشوفين بالنظر عن طريق ممكن أنت ماشية بالمشي قد تلقين يعني مسكوكات عملات عظام فخار قطع صغيرة فقد يكون أن هذا الموقع موقع أثري بس الحين الحمد لله دوت الإمارات في تطوير متزايد في مسوحات الأجهزة الحديثة هذه المسوحات توجد لك أن هذا الموقع مثلا يوجد لقى أثرية فأنت تبدين في عملية آلية التنقيب هذا ما يسمينها أنا شو أحتاج المنقب ماذا يحتاج المنقب أحتاج أني أنا أقسم المربع لشبكة تربيع ماذا أحتاج سطل بلاستيك سطل سطل بلاستيك وسطل معدني أحتاج للمعاول اللي هي الشيول نحن نسميها بالعامية المصطرين وأحتاج لفرش تنظيف أحتاج لبوصلة أحتاج لأشياء كثيرة متر قياس كاميرا أهم شيء الكاميرا أنت توطين قبل وبعد طيب دعني أرد لأخور تشلبة أنت وجدتي غرف تحت 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 طبقات الحصن الحصن الغرف هذه فيها غرف للنوم وغرف للجلوس وغرف الاستضافة للضيوف وغرف الجلوس وأيضا مدابس وهناك وجدنا يمكن طبعا أنا ومع فريق أشكرهم كل الشكر لأنهم قاموا أيضا بتزويدي بالمعلومات وبتعليمي أيضا اللي هم موجودين في معهد شارقة للتراب وذكرتي شيء جميل أيضا حصلتي مكان للطهارة يطهرب مكان للطهارة يعني للسبوح للإستحمام نعم وأيضا مكان لشو للماء الحار قلت لي وجود المكان للطهارة وجود هذه مثل ما نقول قد تكون جرة صغيرة فيها الماء الحار هو للتدفئة مجرد ما هو قاعد أو هو واقف وانت بكرامة يسحبها ويصب له نعم فنحن كيف وجدنا هالشيء وجدنا أن تحت هالمكان خاصة هالمكان أنت يعني الآثاري دائما يكون في حاسية لمسات يحدث أيوة يحس أن في هالمكان لا فيه شيء يعني يعطيك ذليل وردريل فطبع تربطون نعم فنربط نحن الأحداث وماشاء الله وتطلعون بخلاصة أنه خلا على طريق الباحث التاريخي المليار الناس الموجودين كانوا تابعين لأي جنسية لأي عرق لأي حضارة أي حضارة لقبيلة هم قبيلة الزعاب كانوا قبيلة الزعاب قبيلة الزعاب نعم تقريبا قبل قبل تقريبا قبل كم سنة هي هذه الحصن تقريبا وجد أربعمائة سنة تمام تقريبا يعني حوالي أربعمائة سنة فأعتقد أن هذه نقول له امتداد تاريخي كبير لهم وسنة كبيرة طيب سارة خليني دعيني أسألك نظر نضيق الوقت هناك كمية كبيرة من الأسئلة حقيقة نحن نطرحها عليك طبعا التنقيب على الأثار يستغرق وقت وقت طويل جدا نعم أول شي حدثينا عن الوقت اللازم اللي تستغرقينه من أجل بحث وتنقيب عن الأثار زائد سؤال سألتك عندنا قبل الهواء حقيقة وهو بالنسبة للصحراء بالعودة لصحراء مرة أخرى أنه أكيد الصحراء تتغير فيها عوامل التارية بحكم تحرك الرمال وإلى آخره ما قد يطمس معالم أثرية كثيرة كيف ممكن أنه تفسري ذلك في أنتك منقبة البداية إذا أنا بنقب لموقع معين أنا ما أقدر أحدد لزمن معين لأن الموقع قد يستغرق عام قد يستغرق لعشرات السنين هذا الموقع يعني أنت ما تعرفين شو راح توجدين من طبقات الطبقات أنت الطبقة الأولى تنقبين فيها لازم فيها توثيق وتصوير كتابة رسم وترجعين للطبقة الثانية فهو أنا بقول كزمن أنا ما أقدر أحدد لك زمن معين رائع وعوامل التعرية في الصحراء كعوامل التعرية حاليا أنا أشتغل في وسط الصحراء تبعد عن تقريبا مثل ما نقول يمكن حتى تبعد عن الأرض الصخرية 15 كيلو متر وفيها ارتفاعات وانهيارات نحن مفاجئة بس الحمد لله يعني نقدر نحن نوقف عمارنا مثل ما نقول سبحان الله لو أنت نقبت في موقع معين في صحراء ترجعين ثاني يوم ولا كأنك أنت نقبت شيء ما هذه المشكلة هذه الصعوبات أيوة نحن نجد هذه الصعوبات كثيرة ولله الحمد أنت كمناقبة حظ أنت شو خطوات عمل سارة طالعي وياي الصور الآن أنت حصلت فخاريات وهذه مكان في خورة شلبة صحيح نعم طيب الآن بعد بتي الصورة هذه وين هذه هذه في حصن خورفكان حصن خورفكان كذلك هذه نعم وفي بعد نشوف الآن صورة بس مخرجنا بس لو يسرحن شوي هذه أيضا في خورفكان عمليات هذه هذه لشيون فخاريات هذه طويل العمر ومش فخاريات هذه اللي وجدناها في وسط الصحراء هذه عبارة عن طاسات طاسة طاسة برونزية أيوة من العصور البرونزية والعصور الحديدية تقريبا من 1200 إلى ثلاث مخرجنا محمد في بعد صور لأسهم أو لرؤوس رؤوس الأسهم نفسها رؤوس سهام صغيرة رؤوس سهام زين أولي وجدتها شو النقوش شو الكلام المكتوب عليها لأن شفتها ملونة أنا شفت عليها ألوان هذه مش ملونة نتيجة للتغيرات التربة أنت مجرد التربة هذه هذه أي طبعا راح أشرح لك إياها إشرحي لي هذه نحن وجدنا بكميات كبيرة في وسط الصحراء رؤوس سهام هذا دليل قد يكون أن الموقع لحضارة كبيرة في الحروب في تعدين أو قد لا نكون حروب قد لا تكون حروب قد تكون تجارة أو صناعة ممكن أن يكون مثلا مركز لصناعة الأسلحة قد يكون دائما المنقب واللي معاه دائما يحطون مليون سؤال لكن في النهاية لازم توجد دليل واحد هو يفسلك ويعطيك القصة كاملين عنه هذه هذه رؤوس سهام هي اختلطت في التربة تعايشت مع التربة نتيجة الحرارة والضغط فتحولت أيوة لهذا تحولت لصدى والنحاس النحاس عليه صدى فتحول أيوة فهذا نحن يقوم عندنا المرمم يقوم المرمم المنقب يبحث يوجد هاي اللقاء الأثرية نحن ننقلها لطول إلى المرمم المرمم هو اللي يقوم بعمليات اختبارها كيف يعالجها كيميائيا كيماويا هل يعالجها مع بعض في النهاية يوصل له نتيجة معينة أنه يرجع المعدن إلى الأصل كيف ما هو كان لا أدري ماذا ألاقبك هل نقبك منقبة أثار أو عالمة أثار يعني وإنك ما شاء الله أليك يعني أعتقد أعلمة أثار يليقب بك هذا اللقب كون يعني أيضا تستدلين بالمقتنيات واللقاء التي تجدينها على الحضار بعدها يبالها شوية لما لا لا لما يبالها ما شاء الله عليها يعني كأول امرأة هنا أنا يستوقفني موضوع له علاقة بالقيادة في مجال هذا العمل أكيد لديك فريق عمل لدينا فريق فريق تقودينه وتوزعين حاليا هم هم اللي يقودوني كأول مواطنة تحتاج لجميع خبرات بعد ما عندك فريق خاص فيك حاليا حاليا لا لو كنت أول منقبة أثار ولكن الأول دائما يحب يكون منتهى الخبرات يتكون فيه والحمد الحمد لأنا جديرة بالخبرات ولله الحمد إن شاء الله قريبا سأكون أول فريق وأفتح لي مربعات ونقف فيها إن شاء الله قريبا روحك بدوننا المرأة الإماراتية يعني لم تدخل هذا المجال سابقا ما هو تفسيرك لذلك وأنت لماذا دخلت فيه نعم قلت استهواني وإلى آخره ويعجبني الأثار ولكن أكيد أنت كأمرأة في نهاية المطاف عندما تذهبين هكذا أماكن يعني صحراوية وبعيدة وإلى آخره مرحلة معينة العمل شاق محتاج المجهود بدني وما حتى يمكن في تنقيب الأثار في البلدان ذات الحضارة المعروفة مثل الحضارة الفرعونية وإلى آخره نجدهم دائما رجال حقيقة صح يعني لا نراهم نساء أنا أول مرة أرى مرأة منقبة أثار ما القصة؟ كانوا يلقبوني بالرجل الرجل العملاق لأنني كد دائما بحارب المنقبين بحارب أي منقب معاي يكون متواجد أو حتى لو خبير آثار كد بواجه في حالة في غلطة يعني في غلطة في اختلاف في الرأي دائما المنقبين فيهم اختلافات في الرأي إن كل واحده تفكيره وكيف أنه ممكن يفسر اللقاء الأثرية أو الموقع بحد ذاته فبالنسبة لي قيادة كان في تعاقب لأن أنا أعتقد أن هذه المهنة كانت كلها احتكار للرجال لكن أنا حبيت أقفز قفزة كبيرة لأن المرأة لها دور كبير وتقدر أنه يتميز نفسها في جميع الأدوار ما في فرق بين الرجل والمرأة رديلي على سالفة الحقب اللي مرت على دولة الإمارات يعني من خلال حنو نقول وقت القصير هذا واللي سمعتيه من الناس اللي لهم خبرة وانت تعملين وياهم تقدرين قوليلي كم حقب مرت على دولة الإمارات أو العصور اللي شهدتها هذه المنطقة دولة الإمارات مرت بحقبات كثيرة قبل الإسلام العصر الإسلامي العصر البرونز العصر الحديدي كل هذه العصور والفترات لها دور كبير هذا دليل أن دولة الإمارات لها تجارة واسعة المنطقة عموما نعم دولة الإمارات نبدأ من مدينة العين إلى خرفة وتتابعها خلنا نعود للتنقيب مرة أخرى حتى أيضا نفيد السداء المشاهدين أنت كم نقبة صارة هل تختارين موقع التنقيب وفق وجهة نظر شخصية وفق مزاج أو وفق دراسة معينة كيف تختارون مواقع التنقيب؟ طبعا الموقع لا يختار بالمزاج عمر الموقع لا يختار بالمزاج لأن أنت ستتكلمين ستشهد لك التاريخ لدينا أمانة علمية أمانة علمية أن يشهد لك التاريخ أن أنت ستحكين قصة قصة أبا واجداد كيف كان ماضيهم تفهمين الثقافات القديمة كيف بنوهم مجتمعهم وبيئتهم كيف تختارون الموقع؟ نختارها عن طريق التحليل البصري قد نختارها عن طريق مثلا دايما يين الشواب الله يحفظهم يقولنا نحن هالمكان كان فيه شيء ونحن كنا ساكنين يتوارثون أيوة يتوارثون ونحن نعمل دراسة تاريخية ونعمل دراسة جغرافية ومن ثم طبعا عن طريق المسوحات الحديثة نحن نبدأ المسح الجيوفيزيائي هذا المسح نحن نقدر نبدأ نقول هذه المنطقة لها معلم أثري لها معلم أثري في باطن الأرض استهنسنا ويدوياتي يا سارة الله يوفرك إن شاء الله وإياكم إن شاء الله وإياكم إن شاء الله وإياكم إن شاء الله تطور وإشاء الله تكوني أول إمرأة في العالم إن شاء الله يا رب طبعا سارة أول مرة تطلع على التلفزيون وكان طبعا من خلال شاشة تلفزيون الشارج ونحن نتشرف بيت شارج وانا كذلك لي الشرف فخر للإمارات حقيقة مرأة الإماراتية شكرا جزيلا لك متواصلين وبعد الفاصل إن شاء الله أهلا بحضراتكم من جديد انطلقت في العاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة السابعة لمهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح في الشارقة وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة المغربية من العاشر إلى السادس عشر من يناير الجاري الفين وخمسة عشر هذه الفعالية تشهدها مدينة الرباط احتفاءا بمئوية المسرح المغربي بمناسبة اليوم العربي للمسرح الذي يصادف العاشر من يناير من كل سنة بمشاركة طبعا تسع دول العربية ونحو ثلاثمائة فنان من مختلف الدول تتنافس على جائزة المهرجان من خلال أفضل عرق وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بمسرحية تقوص الأبيض أو تقوص الأبيض التي تعد من أهم الأعمال أو تعد من أهم الأعمال التي شهدها المسرح الإماراتي بل وشاهد نشوف طبعا نفاصل عن هذه المسرحية ورد إن شاء الله نكمل وياكم طبعا نفاصل عن هذه المسرحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و живت من يتنمول الأرض فمي ستموت في الأرض السبعد الأرض ترتВشت بموعدك هيا يا ولدي هيا يا حبيبي هيا يا وحيبي هيا امشي داخل طاقة تزين الأرض يا ولدي بسم الله عليك بسم الله عليك يا ولدي لا يا أهم عثرة اليوم تقويك غدا امسك تنيه إنتهيزا وإلا هرب منك فما أثر الأحلام التي تهرب منك ما أغرض أحلامي ثقيلة مثل غربة غب فما أرد أحلامك وهي تحول البيت كابوسا علينا أنت زوج عندي أنت شركة خاسعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعض الأقوان مع تغيير الجو زيت ما على سفيف شوية صوت بدأ يروح لكن إن شاء الله مهدوين الموضوع الله يقويكم تقوس الأبيض سمعنا عنها وايد وطبعا أكيد حستم على جوائز كثيرة في المهرجانات وفي المهرجان السابق وها أنتم تمثلون دولة الإمارات بشكل عام وأيضا مسرح الشارخ الوطني طبعا بهذا العمل حدثنا عن تواجدكم هناك سيد أحمد أولا نحن فخورين بأننا نكون نمثل دولتنا دولة الإمارات بهذا العرض من مسرح الشارخ الوطني ونحن الآن في قاعة البروفات غدا إن شاء الله سيكون عرضنا الساعة ثامنة ونص توقيت الرباط نحن نقبلكم أربع ساعات طبعا بكرة إن شاء الله سيكون العرض ضمن المسابقة ماذا من الأعمال المقدمة من الوطن العربي بشكل عام يعني أنا لا يسعني إلا أني أتقدم جزيل الشكر يعني الحقيقة للهيئة العربية للمسرح دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة اللي وقفت معنا وقفة كبيرة والشباب اللي الآن قاعدين يعملون جد واجتهاد عشان يرفعون علم دولتهم فوض إن شاء الله نقدم عمل بكرة عمل يكون يرضى الجميع ويكون عمل متميز إن شاء الله نعم أستاذ أحمد طبعا مهرجان المسرح العربي في الرباط طبعا يعاد من أهم المهرجانات على مستوى الوطن العربي وحقيقة مشاركة تقوص الأبيض أكيد لديها ما يميزها لماذا تقوص الأبيض تحديدا؟ هو الحقيقة مهرجان المسرح العربي طبعا هو مهرجان يقام كل سنة في عاصمة العواصم العربية وتحت إشراف ودعم من الهيئة العربية للمسرح وبرئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظ ويرعاه لأن الحقيقة هذا نعتبد دعم الأكبر للمسرح العربي لما نكون مهرجان كل سنة في عاصمة العواصم العربية فإحنا ننظر للمسرح عن قرب كيف ممكن يعني يتنشط وتنحل بعض المشاكل الموجودة في المسرح بشكل عام في الوطن العربي الآن كل دورة هناك مشاركات تأتينا يعني في الهيئة العربية للمسرح أعمال كثيرة من الوطن العربي مثلا في هذه السنة 210 أعمال تم اختيار 90 من التسعين تم ترشيح 9 ولكن لجنة مش يعني اختيار فردي لا لجنة من الوطن العربي يشاهدوا الفيديوهات فيختاروا فنحن والله الحمد أرضنا طلع من بين التسعة أعمال اللي تشارف لهذا المهرجان ضمن المسابقات أستاذ أحمد المسرحية طبعا من تأليف الأستاذ محمود أبو العباس وأخراج أخونا والأستاذ محمد العامري وأداء نخبة من الفنانين منهم طبعا حضراتك وأيضا الرائعة ملاك الخالدي وطبعا حميد سنبيت الرائع جدا اتحياتنا له وطبعا المسرح هذه شاركت فيه المهرجان المسرح الخليجي بنظرك أستاذ أحمد أهمية طبوس الأبيض أن مرة أخرى تشارك ولكن في أقصى الغرب يعني إلى أقصى الخارطة العربية نعم هو في الحقيقة العرض المسرحي بشكل عام متى ما عرض أكثر من مرة ومرة طبعا ينضج عرض بعد عرض ينضج أكثر ويعني مثل ما تقول يتشكل الأداء حتى الجنبور لما يحضر إلى العرض الأول سيجد العرض الثاني مختلف والعرض الثالث أيضا كذلك أهمية عرضنا في الرباط هو أننا نعرض أمام جمهور عربي وفنانين ونخبة مترحية من الوطن العربي بشكل عام هذا مهم بالنسبة لنا علشان يعني إيش يحضروا ويشوفوا تجاربنا تجارب مسرح الإمارات يعني كل اليوم الحقيقة وهذا شيء مفرح بل ينتظروا عرض الإمارات ينتظروا ماذا سيقدمون هؤلاء وهذا الشيء جدا يهمنا بأن نحن نكون إن شاء الله يعني دافع لنقدم عمل كبير وعمل شرف الإمارات ويرفع راسنا بفوق أهميتها أنه بالفعل راح تكون هناك نقاد يشاهدوا العمل هناك طلبة المعاهد المسرحية هناك ضيوف بالأوروبا ومن الوطن العربي بالتأكيد العرض راح يكون مختلف لنا جمهور مختلف ظن في الله جميل وأكيد ثقتنا فيكم كبيرة إن شاء الله ساد أحمد لساد أحمد الجسمي رئيس مجلس إدارة مسرح الشارق الوطني عن مشاركة مسرحية تقوص رابط في مهرجان المسرح العربي في الرباط شكرا جزيلا لك سيدي شكرا لكم وانتبعتكم لنا شكرا تسلم تسلم الله يوفقكم إن شاء الله إذن مشاهدين كرامة واصل معاكم وطبعا الآن إلى تقرير مهم حقيقة حيث نظمت هيئة الشارقة للإستثمار وتطوير شروق بالتعاون مع المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند بغرفة تجارة وصماعة الشارقة يهدف الملتقى إلى دعم وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين وخاصة في مجال الشراكة الاستثمارية الهندية الزميلة عبير جلال حضرت الملتقى وعادتنا هذا التقرير بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة تواصل إمارة الشارقة نهضتها الحضارية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لتسجل بذلك نموا متسارعا في التنمية بفضل ما تتمتع به من مقومات سياحية وبنية تحتية قوية ومزايا استثمارية متنوعة محققة لاستقرار الاقتصادي لاستقطاب رؤوس الاستثمار وفي هذا الإطار نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق بالتعاون مع المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند أمس بغرفة تجارة وصناعة الشارقة بهدف دعم وتعزيز سبول التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين وخاصة في مجال الشراكة الاستثمارية الهندية والتي تتمتع بتاريخ إيجابي ومزدهر في مسيرة الإمارة الباسمة نعتز أننا نقوم شراكات ما بين المستثمرين في دولة الإمارات وأيضا في الخارج طبعا في هذا الملتقى حاولنا أن نستغطب المستثمر الهندي الذي قام الذي استطاع أن يقيم عدة صناعات في إمارة الشارقة نريد من هذه الملتقيات أن نواطد العلاقة بين حكومة الشارقة وبين المستثمر الهندي نريد أن نتعرف ما هي الصعوبات التي واجه المستثمر وما هي الفرص والتحديات التي نريد أن نتغلب عليها هذا الملتقى مهم جدا لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والدفع بها للأمام وهذا يفتح مجانا للحوار بين البلدين ليحقق النفع والاستفادة من تلك الاستثمارات الجديدة وخاصة مع تطور الهندي المستمر وهي خطوة جيدة جدا ونتطلع لاستمرارها كل عام مشاركات مختلفة من الجهات والهيئات المتخصصة في قطاعات البيئة والرعاية الصحية والنقل والسفر والخدمات اللوجستية بالإمارة وقد ناقشت الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية دعمها لتحقيق الأهداف المرجوة من الملتقى الهدف من المشاركة اليوم في ملتقى الأعمال ما بين الشارقة والهند هو الترويج لمدينة الشارقة للرعاية الصحية كمنطقة حرة طبية تهدف هذه المنطقة إلى إضافة الخدمات الصحية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام بخدمات طبية متميزة من مختلف الجهات ولا يخفى على أحد أهمية القطاع الصحي في دولة الإمارات والجانب الهندي يوجد لديه العديد من المستثمرين المهتمين في هذا المجال أحد الأهداف الاستراتيجية لدارة التنمية الاقتصادية هو المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة وطبعا عشان تتم عملية التنمية الاقتصادية في الإمارة فلازم يكون في تعاون بين جميع الأطراف جميع دوائر المجتمع فإحنا نقوم بدورنا اللي هو في الوقت الحالي في عملية التنمية الاقتصادية ونحاول نسهل على المستثمرين في مجال استخراج الرخص أو الاستفسار عن الرخص وخذنا التحول الالكتروني كمبادرة عندنا وقطع دارة التنمية الاقتصادية شوط كبير في هذا فانتقلنا أيضا من التحول الالكتروني إلى اليوم عندنا سمارت أبليكيشنز أو التطبيقات الذكية فعندنا خدمات كثيرة متوفرة للمتعاملين سواء كانوا مستثمرين أو حتى متعاملين الدائرة مختلفين إن خطة الشارقة الداعمة للتنوع والانفتاح في قطاعات الأعمال المختلفة تفتح الآفاق الاستثمارية الجديدة الرحبة لتظل الشارقة قبلة رائدة للاستثمار على الساحة العالمية أهلا بحضراتكم مشاهدين كرام ولكن بعد الفاصل متواصلين الدراجة الهوائية رياضة مثالية أعيكم الله من جديد متواصلين وإياكم أصبحت ممارسة الأنشطة البدنية مطلبا ضروريا وهاما للوقاية من الأمراض أو من الأمراض العصر كالسمنة أنا ما يخصني في السمنة السكري وضغط الدم وأمراض القلب إلى جانة طبعا الترويح والاسترخاء والتخلص من الضغوط النفسية طبعا وتعد الدرجات الهوائية مشاهدين من الهويات الممتعة لكافة الفئات العمرية والتي تعود بالنفع والفائدة الصحية كتحسين صحة القلب والشرايين والوقاية من ألام المفاصل والعمود الفقري فائدة الدراجات الهوائية والفرق ما بين الدراجة الهوائية الثابتة والدراجة الهوائية المتحركة كلها طبعا نسألها أو كل التساؤلات هذه من خلال ضيفنا الجميل ودكتورنا الجميل دكتور أسامة لالا مساكم الله بالنور والسرور لا اليوم الدكتور يأينا على سيكل صح؟ اي جاك على سيكل طبعا لا جيت إلى على الستوديو بس رفض المخرجي دخل الستوديو ما علي ما علي أنا بتفاهم أنا وانا طيب دكتور الفرق بين الدراجة الهوائية الثابتة والدراجة الهوائية التي نعرفها السيكل نعم بسم الله الرحمن الرحيم ومسيكم بالخير جميعا جميعا السعادة يا دكتور سيد العزيز أولا حقيقة مهمة جدا بأنه أصبحت الحركة متطلب رئيسي زي ما حكينا لكافة الفئة العمرية نعم وأصبح البحث عن بدائل لزيادة الحركة والقايمة الأمراض من البدائل مهمة جدا في ظل التطور العلمي وتطور التكنولوجي وأيضا ضيق الوقت السرعة لعند البشر فبالتالي أصبح هذا العصر عصر كبسة زر طيب كل شي بدنا يكون سريع الدراجة الهوائية تعد فعلا رياضة من الرياضات الممتعة من الرياضات الشيقة التي تقي من العديد من الأمراض إضافة إلى ذلك إلى أنها حسب ما هو متعارف عكس ما هو متعارف عند البعض بأنها تؤدي إلى مشاكل في المفاصل أو الظهر بالعكس هي تقي حسب الدراسات التي أجرت في بريطانيا وفي أمريكا وفي هولندا بأنها تقلل من الضغط الواقع على المفصل الركبتين وعلى ألام أسفل الظهر نتيجة توزيع الجهد على العجلين فيؤدي إلى عملية تدفق وصول الدم المحمل بالغذاء أو المحمل بالأكسجين بالتساوي إلى العضلات الدقيقة وإلى المفاصل فبالتالي يؤدي إلى تقليل المشاكل أو الأمراض التي تنجم عن ألام أسفل الظهر نتيجة الجلوس الخاطئ أو الوقوف الخاطئ أو العادات الغير صحية للنوعين للنوعين لكن غالبا هو في الدراجة الهوائية أكثر فائدة من الدراجة الثابتة عامل المتعة والتقليل الضغوط النفسية وتقليل التوتر في الدراجة الهوائية أكثر من الدراجة الثابتة لأنه في خروج من المكان المغلق خارج من الهواء الطلق لما تدوس الدراجة الهوائية الهواء يلاعب شعرك هذا كان التقس جميل طبعا أبني مو عندك شعب نعم هذا كان التقس جميل مثل هاليومين إحنا عايشينهم الآن في دولة المعارضة سيدتي إحنا من شهر يعني نحكي من شهر عشرة لشهر أربعة تستطيع أن تقود الدراجة الهوائية لين خمسة بعد ولين خمسة لين خمسة بجو رائع جدا ولكن أين أين سيدتي يوجد هلأ في الشارقة أيوة في دبي في كل دولة الإمارات هناك أماكن مخصصة ممرات خاصة ممرات مخصصة لقيادة الدراجات الهوائية ولكن مشكلتنا ما زلنا نعلق أخطائنا وتقسيرنا على شما ما في أماكن أروح ما في وقت أروح لم يعد هناك ضريبة لتفحها غير صحتنا أنت عندما تمارس هذه الأنشطة الرياضية وهذه الأنشطة البدنية الضريبة الأساسية التي ستحصل عليها أنك ستعزز صحتك وكلما كانت أنا إنسان أتمتع بأسلوب حياة صحي كلما زدت لعمري عمرا ولعمري شبابا وألقا وبعيد عن المرض وبعيد عن المشاكل الصحي تسألين وين الله تسألين وين في المجاز نشوف المجاز حيث جاء أحسن تماما نتابع هذا الفاصل مشاهدينا كرام موسيقى 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 شجع التقرير حقيقة بني بالسيكل أنا وسامة بني بالسيكل هدية إن شاء الله كلنا بنجيب دراجة هوائية بإذن الله هذا المكان طبعا في المجهز في مارة الشارقة السؤال الذي يطرح نفسه هل دراجات الهوائية تستأجر ولا كل واحد فينا يجب أن يأتي بدراجته الهوائية هلأ أنت حرة إذا عندك دراجة هوائية وشاري دراجة هوائية زيادة الخير خيرين ما عندك تستطيع أنك أنت في أجهزة تعملي اشتراك من خلاله تستطيع أنك تأجري الدراجة لمدة نص ساعة لمدة ساعة وبقيم رمزية للكبار والصغار لا هي الموجودة هلأ للكبار ولكن أيضا أنا بحكي وجهة نظري أجمل هدية يحضرها الأب لابنه في عيد ميلاده هي بدل ما يحدله آيباد أو تلفون أو أجهزة الالكترونية دراجة هوائية حقيقة وبالتالي سيصبح هناك نمط حياة صحي لما يكون الأب والأم والأطفال يطلعوا مع بعض يمارسوا هذه الرياضة حقيقة تعزز هذا السلوب ويبقى حسب الدراسات مستمر مع الأطفال في المراحة العمرية لاحقة لأنه مكتسب في هذه الفترة العمرية سيؤثر إيجابياً على صحيتهم في المستقبل دكتور فضل أحمد قم نشوف أنه وأنت الدراجة يلا بشارة ما نروح نتشغل دراجة لاي فلا إحنا على دراجة ثابتة أنا برطل على بسكندورة ويستر علينا طب يلا اطلع هلأ أحمد يعني أنت جلست على الدراجة الهواية بحلو دراجة دكتور بس كان قبل ما تجلس عليها حتى نعرف نحكي للناس الفكرة كيف استخدامها لأنه حتى مننا خمس دقايق أوكي قبل ما أجلس على الدراجة لازم أعرف المقعد هل المساوية أو هل المساوية هلأ أنت بلش دوس عليها لازم شوف يجب أنه يكون الركبة مستقيمة لأنه يعني لازم إذا لازم على السيت لا هيك مناسب لأ إلك إذا أكثر من ذلك سيؤدي إلى ضغط وبالتالي يصبح في ضغط على المفصل هذا واحد طيب بالتالي أنه يكون متحرك الشغل الثاني عند الجلوس يجب أني أنا ما أبالغ في عميتي الإنثناء إلى الأمام هالشكل غلط غلط طبعا بدي يكون أنا الظهر عندي أنا متواجد ومستقيم نعم أيوة إضافة إلى ذلك أحمد أنا بدي أتأكد أنه الدوستين سطح الدوستين بالنسبة لأيلي أنا مناسب إضافة إلى ذلك أنه أنا عندي الشاشة هون الشاشة بتعطيني قراءات في الأجهزة الرخيصة الغير غالية معالي معالي في الأجهزة الرخيصة القراءات ليس دائما صحيحة إنه بقولك أنت عم تحرق بالساعة ألف سعر حراري حقيقة هذه غير صحيحة الحرق السعرات الحرارية دائما أو في الطاقة المفقودة من موارس الجهد البدني تتناسب مع الجهد اللي عم تبدأه شغلناها هاي شغلناها تتناسب مع أصبروا شوي يخلونا نتعلم بعد هدوه شوي زين زين الطاقة المصروفة بغض النظر على نوع الجهاز سواء كان بايسيكل دراجة أو أي ثابتة أو متحركة أو تريد ميل يتناسب مع الجهد اللي أنت بتبذله يعني فبالتالي هناك ترويج لبعض الأجهزة بأنه هذا الجهاز عم بحرق أكثر من الآخر هذا الحكي غير صحيح الجهاز يحرق بمقدار الشدة أو العبء المبذول فبتكون الطاقة المصروفة والمردود الصحي متساوي على الجهاز القلب حسن الأيد يعني الميتاموليزم نعم أكيد اللي هو الأيد في الجسم يعني معدل التمثيل الغذائي نعم طول الحين مثلا هذي هل يوميا؟ أشكرك هل الجمعية الأمريكية للطب الرياضي توصي بأنه ممارسة النشاط البدني على الأقل من ثلاثة إلى خمس مرات في الأسبوع من أجل الصحة يعني هي وفي كل فترة لا تقل عن عشرين إلى تلاتين دقيقة وقد تصل فيما بعد إلى ستين دقيقة يعني دكتور لو ببدا كيف أبدأ الحين؟ بدك تبدأ أولا هذه النقطة جدا مهمة دائما البدء أي انتقال من حركة من السكون إلى الحركة حتى لو بدك تمشي ومشي خفيف أن أبدأ في الإحماء وعلى درجة الهواء يفضل قبل ما أطلع الدرجة الهواء يأعمل أنا إطالة لعضلات الرجلين اللي هي حيكون عليها الجزء العالي جدا كيف تمرين يكون دكتور؟ ممكن هذا إطالة بسيط جدا هذا إطالة من هون هذا الوضع بسيط شكل بسيط جدا ثمينات إطالة بسيطة جدا ثبات خفيف أنا أي تمرين إطالة حتى أنا أجهز العضلة وأقن نفسي من الإصابات هذه نقطة النقطة الأخرى أني أبدأ بشدة منخفضة أبدأ بشدة منخفضة وهون عندي أنا موجود أحمد بعطيني أنا بقدر أتحكم بالشدة وبالسرعات اللي أنا بدي إياها موجود كله السبيد عندي هنا أنا بزيد السرعة زي ما بدي أنا خلينا نشغل الحين دكتور أوكي فأنا بزيد السرعة أحمد زي ما بدي إشتغل إبدا أنت فأبدأ بشكل خفيف ومن ثم أن أنا ببدأ أزيد السرعة بشكل تدريجي شوي شوي ولكن هلأ السرعة أنت عم تمشي عليها خفيف هلأ هون عم بتزيد السرعة شوف هلأ بيعطيني بعد شوي كمان بيعطيني معدل دربات القلب البالس عنده هون عم بيعطيني تفضل دكتور ينطبق نفس الشيء الدراجة الهوائية ولا لا نعم هو بكل الإجراءات دائما في أحمد وفي نقطة مهمة جدا أحمد أنت عم تعمل في الكندورة طبعا إحنا بس عشان نوري إنه كان مفروض أنا أقعد بس أحمد سبب لا تعال تعالي يا سنسير طيب إن أنا لازم يكون أيضا لابس حذاء جيد وملابس رياضية مناسبة أيضا في عندي إذا باللاحظ الماء موجودة إن أنا أتناول الماء ولكن في البيت مرات بقول لك الدراجة موجودة في المدفش حدا شايفني ممكن يلعب بدون حذاء ممكن يلعب بالإجربات ممكن يلعب حافي من المقعدة وأجرب الجهاز هذه نقطة جدا مهمة إن أنا أجرب الجهاز بس مش مجرد الجلوس عليه لأنك تستعليه فترة زبنية طويلة قد تصل إلى نص ساعة قد تصل إلى ساعة فإن لم تكن المقعدة مريحة سيؤدي إلى ضغط على المفاصل لأن الجهاز الثابت أو البيسيكل العادي الهوائي 80% من جسمي أنا محمول وين على المقعد فبالتالي من الخطأ الشائع البعض باعتقد بأن الدراجة الهوائية تسبب ألام في المفاصل أو ألام في الظهر بالعكس هي مهمة ومناسبة جدا لمن يعانوا مشكلة في الرقبتين أو في أسفل الظهر وأيضا حسب الدرسات تقي من الأمراض الروماتزمية في المستقبل وحاليا أحمد عمله شغل كثير حلو في دراجات هوائية البايسيكل جوا المي داخل المي داخل المي وهذه نسميها من العلاج الطبيعي أو اللي عنده مشاكل في المفاصل ليه؟ الجسم داخل المي مالوش وزن الدهون فبالتالي بكل الضغط على المفاصل إضافة إلى ذلك أني أنا أتحكم فيه بشكل مناسب لإليزا وحاليا أيضا الناس اللي عندهم ألام في أسفل الظهر يوجد دراجة هوائية من أن أنت وتبطع عليها من النوم فبكل الضغط أيضا أكثر كل ماي الأكثر أي نعم وأيضا عملوها وصمموها أن تستطيع أنك أنت تجلس عليها أنت ونايم وتقرأ كتاب أو تشاهد تلفزيون أعطينا تدريب عملي لو سمحتم يعني أعطينا سريع هذا الجلوس الطبيعي أحمد السرعة ببدأ بشكل تدريجي حسب عندي أنا السرعات طيب لكن في شغلة للأخطاء أني أنا أبدأ بالتدوير بشكل سريع جدا سيؤدي إلى ضغط عبء وضع عبء على نعم نعم فبنحكي أني أنا أستمتع هذه النقطة المهمة النقطة الأولى أني أنا وعن بمارس التمرين أحاس في متعة زيادة في كمية الأكسجين زيادة بالسيروتونين زيادة بالدومين وهي تؤدي كما هو حالي حكينا في الدراجات الهوائية تحسن الحالي النفسية والمزاجية بعد عشر دقائق لأنه يزداد وصيل الأكسجين للدماغ فبالتالي يزداد إفراز الأندروفين والسيروتونين والدومين فتشعر في نشوة عالية جدا طيب وأحنا غايبين على الحركة والمعلومات الرائعة هذه حتى في دولة الإمارات جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل في الدولة فيه طبعا الآن يشجعون على الحركة حركة باركة طبعا من فترة كان لهم احتفالية سؤالي دكتور ليش بعد فترة يعني مثلا عشر دقائق ربع ساعة تكون على السيكل تي تنزل تحس أنك ما تقدر تمشي تحس أن الأرض غريبة على نعم سرعة سرعة في الجسم الإنسان هذه أحمد إلى سببين سبيل الأول البدء في أداء التمرينات دون عمل إحماء زي ما حكينا بالأول نعم والسبيل الثاني أنه أنا عم بدوس بشكل سريع جدا على الدراجة الهوائية حسب يعني نعطي تشبيه بسيط جدا بدك تدوس عليها كأنك عم بدوس على مسامير وهو معدل من تسعين إلى مئة للواحترفين الدناس الممتدئين معدل خمسين إلى ستين في المئة فيه نقطة كثير بدي أحكيها أنا مهمة على الدراجة الهوائية أو دراجة طيب ما رأيك تحكيها في مكانك لكتور لأنه نحن وصلنا للختام شكرا نزين ما هي النقطة المهمة؟ ريال كان نمم أبعد الله هدات اطلعين من هذا النقطة المهمة أنه دائما للترويج لهذه الأجهزة بيجيبوا أشخاص دعايات بأنه هذا الجهاز يؤدي إلى حرق الدهون في أربع دقائق يؤدي إلى حرق الدهون من منطقة محددة هذا الجهاز يطلعونك فجأة معدل ما عرف كيف يطلعونك يقوي كل عضلات الجسم ما في جهاز يؤدي إلى تدريب وتقوية كل عضلات الجسم هذا واحد تنين حتى البايسيكل بقولك لا مش كويس لأنه بيقوي فقط العضلات وما بيحرق الدهون من الجسم أنا وعم بحرك للعضلات الرجلين حاليا كنت عم بحرق الدهون من كل الجسم ببقيهم الزراعين أنا عم بحرك إيدي وعم بحرك الهوني في هلأ درجات جديدة أنت عم بتحرك الإيدين وعم بتحرك الرجلين مثل كروس ماشين هلأ كمان من الأمور المهمة حتى لو أنا عم بحرك الرجلين فقط أنا عم بحرك الدهون بكل جسم لا يوجد أي وسيلة تؤدي إلى حرق الدهون المنطقة محددة صح أنا عم بقوي عضلات الفخدين أي في خصوصية في طاقة العضلات ولكن لا يوجد خصوصية في حرق الشحوم حتى لو أنا بحرك عضلات الرجلين ولكني عم بحرك الدهون من كل أجزاء الجسم إذا نصيحتك لأسادة مشاهدين في الختام أنه يذهبون طبعا إلى المجاز حيث توجد مساحة شاسعة نعم والجو جميل والجو جميل وهلأ بنحكي كمان مع الأولاد أنا بعمل علاقة عائلية أسرية جيدة وأيضا أني أستفيل الأب والأم يعني عائلة كاملة روحي مرسوا هذه الجزي صحيح وصلنا للختام مشاهدين شكرا جزيلا لك دكتور أسامة لالا على هذه المعلومات الطيبة وإن شاء الله نعمل فيها بإذن الله الشارقة مدينة رائعة وأكيد الرياضة فيها أرواح وأرواح شكرا جزيلا لك دكتور أسامة شكرا أستانسنا ويدوياك إذن مشاهدين يا كرام نتمنى لحضراتكم ليلة سعيدة وأمنة ومستقرة وإن شاء الله بالغد حلقة جديدة برنامج أماسبي إذن الله إذن الله لك الحين سعودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تحملوا العمار كم الله يحافظكم تحملوا العمار اشتركوا في القناة